المترجم للتعليقات هذا جيد وحظي إعجابه هذا يمتلك بمجرد كانت مجرد اولا العامة وهي خطا هنا المستطبيع تحت قوله الإجابة من الأنظام أو أنا كوفاوندت برويكت سباة اسمه 98 ويكس 98 أسبوع ببيروت وفكرة تبع هيدا الوكشوب اجت من مشروع نشتغل عليه كلنا بمع الـ 98 ويكس عن مجلة الهلال بما انه هي المجلة المؤسسة كان جري زايدان بآخر القرن الـ 19 هو كان لبناني واجه على مصر وأسس هيدا المجلة وبعدين انه في كتير ناس اجوا من بعضه وكفوه يعني فكان عنا مجموعة من مجلة الهلال من الخمسينات والستينات وبدأنا نبحث ونقرأ يعني كان اكتشاف لانا ما اخنا نعرف للمجلة فبدأنا هيدا الشي من شي سنة ونص تقريبا وعرضنا المجلة على عدة كتاب وأكتريتهم كانوا قراء لهيد المجلة بفترتها يعني بالخمسينات والستينات وطلبنا منهم يختاروا يعني اشوز او اعداد من المجلة هن بليهوا مصيرة لانه ويعيدوا قراءته ويعيدوا قراءته هيد الطريقة كانت مهمة بس كان حسنا انه كان في شي نايس من بعد ما عملنا هيدا المشروع اصلا لفترة عم فكر انه ممكن ينعمل وركشوب مع ناس يعني مش ضروري يكونوا بيعرفوا هيدا المجلة ويرجع نلقي طرق نرجع نشتغل بهيدا المواد يعني فيه يكون الشغل فورمال يعني بس على اللغة وعلى التكست وفيه يكونك منها الشغل اكتر على مواضيع معينة واول نهار من الوركشوب اجيت كلاير دايفيس وعطيت عملت مثل البريزنتيشن عن اللغة نقاط الفن اي لغة كانوا يستعملوا من خلال عدة ارتكلز فكل واحد من يلي مشاركيني بالورشة اختار يعني بدأينا هيك اختار اعداد فيهم مواضيع بهم وعملنا الديسكشن عن اختيار كل حدا ساما ناقت العدد عن الجنس وتدريس الجنس في المدارس ورجعت عملت نوع من كلاش اخدت يعني مقتطفات من المجلة ورجعت كأنه ركبت هيدا العدد واليوم آية اريتهم والان علينا ان نسأل اروسنا ايا كان رأينا في المرأة ما هي المرأة ظاهرة الحريب فرضت الظروف على المجتمع العربي تخالفا في نواحي متعددة ولعل ابرزها رأيس التخالف الرهيب المتصل في قرية الجنس هند كانت تعرف هذه المجلة منيح وفي التسعينات إلى عدد 2005 كان بيه محرر للمجلة وقررت بالاخير تكتب تكست عن التركيبة فكانت دراسة أكثر عن تحرير هذه المجلة خلال عدة عدد عبد الكريم هو بيعمل عن سيد كتب فليقى بهدول الأعداد عدة كتب بيحكوا عن الاشتراكية والإسلام والماركسية والإسلام فحيرجع يعمل نوع من خريطة لهيدا الفكر وكيف كان متدول بفترته هاجر تكتب سكريبت من سكريبت ومبني على ديالوج ما بين شخصيتين كمانا من واحد من الأعداد سيمون دوبووار وسارتر أنا شايفة أن هما كانوا بيتكلموا بطول الأعداد اللي هي أبن 67 كانوا بيتكلموا عن حاجات سياسية وصعاد قصص يعني قصص ديه علاقة مسعاد بمغامرات وقدب مترجم وحاجات ليه علاقة بالصحة وبالجمال وبالاهتمال بالطفل مواضيع خفيفة سعاد بيتناول ومواضيع فلسفية بتبقى سعاد تقيلة بس في نفس الوقت العدد ما بيكونش مركز بشكل كامل أعداد قليلة هي اللي لقيتها مركزة بشكل كامل في حاجات محددة فمسلا العدد بتاع فبراير 67 كانوا بيتكلموا عن سارتر وسيمون ديبورب في كذا موضوع عدد تاني اللي هو بعد الأغسط 67 هو العدد مختلف تماما اسمه المكاومة وأنا اهتميت بالعددين دول عشان اللغة اللي فيهم اهتميت في الأعداد اللي قبل 67 لغة مختلفة بتاع المقالات اللي بتكتب والمواضيع موسيقى 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 موسيقى